بالتأكيد يعني غياب السيد الصدر عن الحكومة وعن الانتخابات وعن انتخابات مجالس المحافظات بالتأكيد رح يترك أثر الكبير على مواقعه وعلى تأثيره على قاعدة الجماهيرية فالآن بعد انتخابات مجالس المحافظات ومقاطعة الصدرين إليه بالتأكيد هناك سوف يتم توزيع المحافظين على ضوء نتائج الانتخابات في كل محافظة معينة وأعتقد يمكن المحافظات المحسوبة على الأخوة الصدرين أنا أعتقد سوف لن تبقى لأن هناك مجالس محافظات هناك أكثرية وأقلية والأغلبية الكبيرة هي للإطار والإطار عند قدرة على المناورة على توزيع الأدوار وعلى تقسيم الكعكة بشكل أعتقد يحسد عليه فلهذا فلهذا أنا أعتقد السيد الصدر من يدعو إلى صلاة يعني أني موجود يعني يحاول يرفع جزء من معنويات جمهورة لكن بتقديري بتقديري يعني للإطاريين في هذا الجانب يعني رح يحصلون مثل ما حصلوا على المواقع المهمة في السلطة التنبيلية إذن أستاذ علي دعني أسأل حضرتك يعني هل تمثل صلاة الجمعة الموحدة أو إلغاءها يعني رسالة اعتراض لو ربما من تيار الصدري إذا طريقة تعامل الإطار التنسيقي بعد الانتخابات المحلية وطريقة تعامل الإطار التنسيقي مع نتائج الانتخابات أنا أعتقد بالتأكيد إليها علاقة وهي إليها العلاقة يعني بالتأكيد إليها إمكانية معنوية لأنه أنا مثل ما تفضلوا الزملاء أنا موجود لأنه أيضاً مو بس أنا موجود لأن جمهورة جمهورة الكبير اللي كانوا إلى فترة قليلة عدتهم إمكانيات اقتصادية عدتهم إمكانيات في الدولة عدتهم قدرات في الدولة العميقة الآن قاعدت تتهرب من عدتهم قاعدت الآخرين دا يأخذوها من عدتهم فبالتأكيد بحاجة إلى أن يشد الجمهور مالتا إليه دائماً يحاول يقدم رسائل يسوي فعاليات يقدم خطابات حتى الجمهور لا يتماهى مع الآخرين حتى الجمهور يبقى على أهبة الاستعداد لأي عمل قادم وأعتقد يمكن السيد الصدر بالتأكيد هو معني بعدم فقدانا السلطة السياسية مثل ما فقدها في السلطة التنفيذية الآن بالتجاهل يفقدها في الإدارة المحلية وهذا بالتأكيد رح يأثر على وضعها ومع الألم يعني الأكوار الصدرين بشكل عام في مجالس المحافظات مواقعهم ضعيفة ما عدا في العمارة في ميسان وفي بغداد أكثر المحافظات لهم حضور قوي يعني باقي المحافظات كلها عدوا 2-3-2-3-4 ما عدا بغداد والآن بغداد وطحة آخر عكس ما موجود في مجلس النواب لهم حضور قوي جداً إذا تقاررينه بالكتلة الانتخابية ترجمة نانسي قنقر